خلونا دلوقتي نتابع أهم الأخبار اللي هتحصل النهاردة بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة فيفتتح وزير البترول وثروة معدنية أعمال منتدى مصر للتعدين EMF في النسخة التالتة اللي بيعقد على مدار يومين بالقاهرة بحضور دولة موسع من المسؤولين رفيعي المستوى وقادة صناعة التعدين والمستثمرين والشركات المصرية والعالمية الكبرى ومؤسسات التمويل وخبراء لاستكشاف التعدين من مصر ودول العالم يقام المنتدى هذا العام تحت شعار استكشاف الفرص التعدينية غير المستغلة والاكتشافات التجارية الجديدة وبيأتي انعقاده وفق خطة وزارة البترول وثروة معدنية للترويج للفرص الاستثمارية في قطاع التعدين وإبراز ما يشهد من تطورات وبرنامج العمل لدعم مناخ الاستثمار التعديني النهاردة وفي إطار احتفالات وزارة الثقافة المصرية بذكرى ثورة 23 يوليو 1952 تقيم دار الكتب والوثائق القومية برئاسة الدكتور أسامة طلعت ندوة بتلك المناسبة في تمام الساعة 12 الظهر بقاعة الندوات بدار الكتب بكورنيش النيل أيضاً ينظم مركز توثيق وبحوث أدب الطفل التابع للإدارة المركزية للمراكز العلمية بدار الكتب والوثائق احتفال للأطفال بمناسبة ثورة يوليو وبيتم تنظيم مسبقة رسم وتلويل وبيأتي في إطار الاحتفال بالمناسبات الوطنية والقومية المهمة سعياً للحفاظ على الذاكرة الوطنية وترسيخ الهوية تمشياً مع خطة وزارة الثقافة النهاردة هيقدم نادي ريال مادريد الأسباني الوافد الجديد كيليان بابي في تمام الساعة الواحدة زهراً في حفل بيستضيفه ملعب سانتياغو برنامبيو بعد توقيع اللاعب على عقده الجديد ومن المتوقع أن يحضر العديد من الشخصيات الكبيرة عرض تقديم لعب ريال مادريد الجديد صاحب القميص رقم 9 لعشاء الكرة المصرية موعده من النهاردة مع المباراة المؤجلة من الجولة 17 من مسابقة الدوري المصري ويلتقي الأهلي مع مودرن فيوتشر في تمام التاسعة ليلاً موسيقى